موسيقى نشر موقع المراسل اليمني خبرنا عن وفاة الممثل السوري قصي خولي وأن الحزن عمي عم المدن السورية وأشار الموقع إلى أن صفحات دعم للجيش السوري الحر على مواقع التواصل الاجتماعي توعادت الممثل قصي خولي بعد إدانته بوفاة الممثل محمد رافع مضيفا أن قصي حرص على نفي ما تردد عن لسانه من اتهامات لزماليه الفنينين ميسكاف وكند علوش وأصال نصري المعارضين للنظام السوري بأن وراء مقتل زميل محمد رافع موسيقى وردت صفحة قصي خولي على فيسبوك نافية وفاته وكتبت إدارة الصفحة هناك خبر تنقلوا بعض المواقع بالساعات الماضية الأخيرة عن وفاة قصي ونود أن ننوه أن قصي بصحة جيدة وهالخبر غير صحيح أبدا وفي الأصل قصي متواجد خارج سوريا بالوقت الحالي موسيقى أما قصي فنشرت صورة عن الخبر عبر حساب الخاص على انستجرام وعلق عليها بالقول لعما أين تصار هالحكي والله ما خبروني أنه هيك صار معي يحرق حريشهم هالموقع أكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشهم بالسوري هي بتجي بمعنى يفضح عرضهم كمان أتقل شوي إذا بتكون الحقيقة موسيقى وبالعامل فائت الدولة مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة المماثل السوري قصي خولي بأحد مستشفيات العاصم البريطاني لندن وانشغل قصي منذ أشهر مع زوجته مديحة الحمداني عقب فضح مديحة لكذبه حول علاقته بابنه وأعلن أنه هاجروا من أمريكا من دون مساعدتهم لأمر اللي اضطر إلى العمل بتنظيف المنازل لتوفير مستلزانات ابنه وبدور قصي عاد وراد على مديحة الحمداني بطريقة غير مباشرة إذ نشر مقطع فيديوه على صفحته الخاصة عبر تويتر هو وعم يحضن ابنه اشتركوا في القناة